في ستينيات القرن المنصر وفي خضم الحرب الباردة وسباق التسلح بين القوى الكبرى آنذاك قام الاتحاد السوفيتي باختبار سلاح مرعب لا يضاهيه أي سلاح آخر بلغت قوته التدميرية عشرة أضعاف جميع المتفجرات التي صنعها الإنسان القنبلة الهيدروجينية الأقوى والأطخم بين جميع الأسلحة التي صنعها الإنسان بتاريخ الثلاثين من تشرين الأول عام واحد وستين من القرن الماضي تم إلقاء قنبلة نووية حرارية تزيد طاقتها على خمسين ميجا طن على ميدان الرمي نوفايا زملة اهتز العالم بالمعنى الحرفي والمجازي في ذلك اليوم عندما اختبر الاتحاد السوفيتي أقوى سلاح في تاريخ البشرية وكانت ردود الفعل قوية ومتباينة على الحدث وأدرك العالم أن الاتحاد السوفيتي قادر على صناعة دفاعه وكان ذلك تتويجا لعمل مضن قامت به مجموعة من علماء الفيزياء النووية لسبع سنوات سبقة التجربة وتم في محصلته إنتاج أول قنبلة هيدروجينية بوزن ستة وعشرين طن ونصف الطن وعلى الفور نالت هذه القنبلة المرعبة لقب ملكة القنابل العبرة في الأمر أن الاتحاد السوفيتي السابق لم يستخدم أبدا سلاحه الجديد تجاه أي إنسان فيما استخدمت الولايات المتحدة قنابلها المتطورة التي وإن كانت قل تدميرا من ملكة القنابل إلا أنها فتكت في عشرات الآلاف من البشر تحت مسمى حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنبلة هيدروجينيات ترجمة نانسي قنبلة ERR شكرا